طيب أنا عايزة أروح مع حضرتك أستاذ محمد لو سمحتيلي إلى الواشنطن بوست لأنه 2023 ناس كتير جداً شايفين أنها كانت مليئة بالأحداث السيئة من أول يوم استمرار للحرب الروسية الأوكرانية وفي نهاية العام طبعاً الحرب الهمجية على قطاع غزة صراعات وحروب كثيرة جداً واشنطن بوست بتقول لنا عكس كده بتقول لنا أنه فيه عنوان في هذه الصحيفة العنوان بيطرح هذا التساؤل هل حدث شيء جيد في 2023؟ في الواقع نعم الجريدة بتستارد أستاذ محمد أهم الأخبار الجيدة في 2023 ممكن تكلمنا عنها؟ بالطبع يعني زميل عزيز زمحاتك ذكرت الصحيفة استعرضت عدة أشياء جيدة لكنها يعني بشكل أساسي كانت اكتشافات علمية وخاصة مضعلقة بالبطب في شكل أساسي لأن زمحاتك ذكرت يعني أن الأحداث السيئة وخاصة الأحداث السياسية سواء الحرب الأوكرانية الحرب في غزة أو ما نشاهد شاهدناه من زلازل وقت هذا العام سواء زلزال تركيا أو زلزال سوريا أو زلزال اللي حدث في المغرب أيضا دول كانت أبرز بجانب ظاهر تانية إلا أنه كان يعني الأمل دائما في العلم يعني كما ذكرت زميل عزيز تم استعراض يعني عدة اكتشافات متعلقة بمواجهة أمراض شديدة الخطورة زي الملاريا وأمراض تانية كثير جدا فهنا الصحيفة يعني هنا هي الصحيفة برضو رسالة بتأكد أنه لا يعني مهما كان هناك صعوبات وهناك أزمات إلا أنه الاكتشافات العلمية والطبية هي من تمنح الناس الحياة والأمل وليس الصراط والحلوق